سياسياً جدد الإطار التنسيقي موقفه الرافضة لنتائج الانتخابات الأخيرة وانتظاره مرافعة المحكمة الاتحادية على الطعون المقدمة وذلك خلال اجتماع عقدته قوى الإطار في مكتب رئيس المجلس الأعلى همام حمودي بحسب مصدر سياسي مطلع فإن المجتمعين اتفقوا على تشكيل وفود لزيارة مختلف القوى لبيان موقفهم فضلاً عن الدعوة إلى إدارة مشتركة للمرحلة القادمة وضف أن الاجتماع عقد موقف الإطار بشأن نتائج الانتخابات وانتظاره مرافعة المحكمة الاتحادية على الطعون ترجمة نانسي قنقر